من سيرة رسول الله وسيرة أمير المؤمنين في أيام حكومتيهما أنهما حفيا ولم يعاقبا عن الذي سبهما مع قدرتهما عليه الحاكم الأعلى للمسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله أيام حكومته عدة مرات تعرض لإهانة من بعض المسلمين طبعا المنافقين منهم تعرض لسب من بعض المسلمين المنافقين ولكنه صلى الله عليه وآله لم يعاقب أحدا منهم بل عفى عنهم هذه سيرة رسول الله كانت والقرآن الكريم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ترجمة نانسي قنقر